موسيقى 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 تحية لزميننا جابر المنصوري من خلال هذا التقرير اللي عدوا وقدمه من خلال صباح الأشهر نحن متواصل معكم أكيد نفتح نافذة ثانية عبر صباح الأشهر نعم ومباشرة إلى الأبيض وهذه الجمعية جمعية الجميح لغسيل الكلات وقدم العديد من الخدمات فيها أهداف كبيرة جدا قدمت استراحة وأيضا تفاصيل كثيرة نتحدث عنها من خلال هذه النافذة سعادة أن يكون معنا الأستاذ حنفي إسماعيل كرار الأمين العام لجمعية التواصل لمرضى الفشل الكلوي بمركز الجميح لغسيل الكلة بالأبيض صباحك سعيد وسعيدين بك معنا في صباح الشروط صباح خير عليكم جمعة سعيدة حنفي بداية ند نظرة عن الجمعية ونتعرف عليها عن قر نعم جمعية التواصل لمرضى الفشل الكلوي مغرى مركز الجميح لغسيل الكلة جمعية طبيعية تأسسة عام 2014 إلى خمسة سنوات حد الآن بنهتم بالدورة الاجتماعية في مركز العسيل بنقدم الدور الاجتماعي للمرضى نزل روح من كده الدعم النفسي يعني دعم اجتماعي النفسي نعم جميع طيب نتعرف على اهدافها يعني كليا غير ان هي بتقدم الدعم النفسي يعني السبب الاساسي في ان شاءها والله السبب الاساسي انه يعني مريض الفشل الكلوي شريحة ضعيفة تحتاج الرعاية ونسبة لظروف المرض من العلاجات الفعوصات للحياة احنا جينا يعني خاشينا مجموعة من ادوار الاجتماعية تخدم تخدم غضايا المرضى يعني من ضمن مجموعة من الاهداف اول حاجة احنا بدينا به تم استخراي بطاقة التعمير الصحي ضاقة الغامية لكل المرضى بالمركز عرضوا 250 مريض يتلقوا لغسيلة الدموي مرتين في الاسبوع ونشكر التعمير الصحي نشكر مدير التنفيذي للتعمير الصحي السابق الدكتور خطاب السماني نشكر الدكتور وايل احمد فكي مدير التنفيذي للتعمير الصحي الحالي انهم يكفوا معنا وتم استخراج كافة البطاقات لجميع المرضى يعني دي ريحة الناس كتير في فقوصات والعلايات يعني المعروف انه الجهود الاجتماعية هي بتسمي اسهام فعال يدا في خدمة قضايا مختلفة لانه الدولة ما بتعمل بمعزل عن الجماعة والمجتمع هو بيساهم عنده دور كبير لو شفنا مراكز صحية لغسول الكلة في ولايات السودان قد نجيدها تفتقد لأبسط أدوات الغسيل يعني او ماكينات الغسيل اللي بتكون فانتوا من خلال الجمعية هل بتوفروا الماكينات ديوم تيم بتيم الغسيل في الاسبوع هل الخدمة بتقدمها لهم مستمرة ولا برضو بلجأوا للخرطوم لانه الماكينات أوسع وأرحب نعم في دور للجمعية وفي دور حق الدولة وحق الوزارة حق المركز الغومي المركز الغومي فعلا نوفر المركز القديم لغسيل الكيلة كان بستة عشر مكنة ونشكر الشيخ الجميح رجل العمال السعودي وامتد شكرنا لأسرة أهل كشولة الشيخ حمودة كشولة الشيخ بكر كشولة انه الشيخ الجميح تبرع ب في 25 ماكرة غسيل وبنى مركز الجديد في الويد مركز الجميح لغسيل الكيلة الآن من أكبر مركز غسيل الكيلة في السودان والوطن العربي مركزه وفيه 40 ماكن على غسيل شغال على ثلاث ورديات يعني ريح المركز الآن يعني وسط السودان والويد بكل الولاة يغسل منه وكان من دولة التشاط برضو أننا أدول بغسل يعني مركز وسط السودان ومن أكبر ملاكة غسل الكيلة مؤهل تماماً جداً شكراً لأنتهي لشيخ الجميع ووثرت أهلك أشوالة ومركز الغومي لأمراض وجرات الكيلة بخارطون نعم هناك أيضاً استراحة جميع برضو من أدوارة النسبة لأنه في مرضى بيجوا من غرب كردفان مرضى بيجوا من خارج الولاية جميع عملت استراحة استراحة التواصل بحيث صفحة بلوبيت باسم المرحوم جحسين حلي الشيخ الغبشاوي أظهر الرحمة له والسلاحة قامت بجهد من الأعضاء والخيرين بنجمع الشراكات والتبرعات بجينا من داخل وخارج السودان برضو من نشكر باشمان دي صلى حسين الغبشاوي من غدامة داعمين لجميع التواصل يعني السلاحة سمنا به والده لأنه من أكبر داعمين للجميع والسلاحة يعني ريحة الناس السلاحة الشرعية رجال ونساء وناس بيجيوا مبرا كلهم بيكونوا في ناس داعمين فيها وفي ناس بيجيوا ملغسل كل ما يلزم كل ما يحتاجه المريض نعم نعم ساسحانا في أنت الجمعية دي في الأبيض ما بتخدم الأبيض فقط بتخدم المناطق المجاورة للأبيض صحيح لكن لو فدع عايزين للجمعية أو في ناس عايزين نتواصل معاكم هما في ولايات غرب السودان عايزين إيكم هناك في الأبيض لو كان في أرقام بتاع تواصل تلفونات أو أرقام بتاع حساب حابي إنك تقول لكل المشاهدين إنه يساهم معاكم برضو نعم الجميع حسابه في بكافيسة الإسلامية لويت حسابه واحد وعشرين خمس عشر واحد وعشرين خمس عشر ده الحساب الرئيسي حق الجمعية يقول كل أنشطة الوجبة الاستراحة السكن نحن بيجينا عندنا عضاء من خارج السودان من السعودية قلنا منهم باشماني صلاح سين رغب شاوي الشيخ حمد الكشولا الشيخ أبوهر كشولا دكتور إسماعيل المحبوب مجموعة من الناس دكتور محلوب دقيق من غطر ده الحساب بتاعنا الرئيسي إننا حساب تاني في بن كنيل حسابه أربعة أربعة سبعات أربعة أربعة سبعات ده بيختص بزراحة الكيلة الجمعية برضو مشت في مجال الزراحة الكيلة الآن إننا حساب مريض زرعه في أحمد قاسم وابن سينة في خرطوم الدعم الكامل كان من الجمعية؟ الجمعية بتأجر للمريض الثلاثة شهور حقا تشغل المريض بعد ذيا يزرع زراع طعام مجانية من الدولة مساء الزراعة مجانية مجانية لكن المريض بيحتاجه أنه شقة بعد الزراعة صحيح الجمعية بتوفيله وجار الشقة من الثلاثة شهور أي أمكان سكنه؟ في أي ولاية مثلا؟ أي مريض في أي مكان؟ لا لا طبعا الزراعة بيكون يا أحمد قاسم يا أحمد قاسم المريض نفسه من الولايات المختلفة لا 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 من شماء كردوهان وبركات الجمعية إن المجموعة زرعه نبو السلم تحت الصحة والعافية منهم وصحفي دكتور معتز النجم دات من النهوض وصحفي يعني من قدامة وماسق الإعلام بجميع التواصل وكان مصاب بالفشر الكالوي حسما إن شاء الله زرع ليه وكتر من سنة ربنا يواليه بالعافية إن شاء الله المجموعة إنه 11 نفر زرعه إنه نحايا تاني برضو شراكة مع التأمير الصحي عملية الفسل الفسل هذه عملية يعني المريض بيسميها الجهاز هي عبارة عن عملية دقيقة جدا شيريان ومريد مع بعض بيسموها الجهاز العملية دي بيتيجي تجرى بيجينا خصية زائر من الخرطوم سيف الدين محمد علي سيشارج لاختلوية الدموية بيجينا سنويا بدة أربع سنوات سابقة ودي كان بيتكون برعاية تامة من التأمير الصحي والعملية دي مكلفة جدا والمريض لما يجي خرطوم برضو بيعاني منه لأنه بيحتاج مريض ومرافق أي خرطوم سوا محتاجين سكن ومحتاجين غسيل يعني بتأخذ معامل جهاز رعاية شعبنا نحن بنوجه تحية لكل مشاهدين ولكل العاملين في هذه الجمعية ومذكر أنه أرقامنا حتكون ظاهرة أسفل الشاشة اللي حابين يتواصلوا ويدعموا ده بيقودنا لسؤال ساذ حانفي الدعم الأساسي هل من الخيرين ولا في منظمات وجهات شراكة بين عدكم يعني والله الدعم كله من الخيرين والعضاء نحن شراكنا الشهري 10 جنيه شهرياً يتحول رصيد عبر شريحتين سودان وزين السودان 011 111 353 111 111 353 والزين 09 128 111 80 09 128 111 80 دل الشراك الشهري عندنا طبر رعاة سابتة بيجينا من عضاقنا من السعودية بيجينا 11 شهرياً بيجينا 1000 جنيه شهرياً بيجينا من غطر 1000 جنيه شهرياً لتطبع رعاة من العضاء بدورة إحنا برضو فكرنا في حاجة يلي تسميناه كفالة المرضى إحنا الآن بدأنا برنامج بتعكفات المرضى ده بينادي المريض مرتب شهري 500 جنيه لأنه عندنا المرضى بيجونا من خارج اللويت من الدبيبات من ريف بارة من العيارة ريف اللويت بيحتاجوا يومياً كيف يتواصلوا معاكم عشان يعرفوا أنه في خانات شاغرة أو في يعني أماكن ممكن يجود عالجوا فيها نبس التحية برضو لأخوتنا إيمان غورشي رئيس الجمعية جمعية دي فيها مكتب متكامل عندنا المكتب بتع الجمعية نوصه من المركز عندنا البعثة الاجتماعية في المركز هي المينة الاجتماعي الخبيرة النفسي بالمركز كماما عجب غورشي هي من الخطانات بالجمعية المهندس الطبي في المركز يعني بتواصل عن طريق أعضاء الجمعية نحن شاكرين جداً ومقدرين إن شاءنا نلتقيكم في مساحات أرحاب وأوسع نتكلم عن الجمعية ونشوف إلى أي مدى ممكن هي ساهمت في أن تصل لجهات مختلفة جداً حيث أنه تنتشر الجمعية في كل ولاية السودان وتقدم الخدمة العلاجية لجميع أهل السودان وساس حانا في إسماعيل كراء لأمين العام لجمعية التواصل لمرضى الفشل الكلوي ومركز الجمع لغسيلة الكلاب كتر خيرك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً دعواتنا في هذا اليوم المبارك بالشفاء العجل لكل مرضى الفشل الكلوي يعني وللأسف الشديد حمزة إنه الموضوع حتى امتد للصغار والكبار والشباب مشاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية محتاجين فعلاً محتاجين تضافر جهود ما بين المؤسسات ما بين منظمات المجتمع المدني بالإضافة للدولة والجهات الرسمية نحن بنناشدوا مرة تانية الاهتمام بينهم ربنا يديهم الصحة والعافية اشتركوا في القناة